ربما ما هي عوامل نجاح وإنجاح هذه القمة في ظروف التي تعيشها عديد الدول العربية ده سؤال دقيق وأنا بتصور أنه أول عوامل النجاح الإصرار على النجاح والمغادرة مرحلة نحن فاشلون مرحلة نحن منهزمون لابد من أن نبدأ هذا الاجتماع بإصرار أنه هناك فرصة عندنا للنجاح يعني النجاح يعني أن نظهر أن نبدأ مرة نستأنف أو نبدأ من جديد في موضوع التضامن العربي بعناصره الاقتصادية والثقافية والسياسية وأن يكون فيه قمة ثقافية قريبة ويكون فيه قمة اقتصادية مهمة لأنه قمة الاقتصادية اللي عملناها الحقيقة عملت شغل خصوصا مع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي وده موجودة في القرى وفي المراك له هذا ما تحتاجه الآن للأمم العربية ودول العربية لبعث التنمية وبعث الاقتصاد وفيه اتفاقات قائمة في إطار الجامعة العربية اتفاقات جمركية والتجارة الحرة والسوء المشتركة نفعل ما هو قائم وكان فيه تفعيل بطيء إن انكسر نبدأ مرة أخرى فنحي الاتفاقات ذات الثقل في تحقيق التضامن العربي ونبعد احنا يعني ما يكونش نقطة الانطلاق عايزين فلوس من الدول الغنية لا احنا عايزين مشاركة من الكل بكل بما يستطيع إنما طبقا لخطة معينة فرصة قمة الجزائر هي دي قمة الجزائر في هذا الوقت اللي ضروري أن تغادر يغادر العالم العربي مرحلة الهزيمة ويبدأ في الحديث عن المستقبل من واقع القدرة العربية وهي قائمة والدعم العربي وهو قائم والشباب العربي وهو الأغلبية والمرأة العربية وده شيء حضاري لا بد من أن نبدأ من جديد نعم سوريا أيضا فلنبدأ من جديد في قمة الجزائر هناك أيضا بث لا بد من جديد وأن يكون هذا الجديد منطلق قمة الجزائر